أحدهم يسأل عن الصلاة في سجادة بها صورة الكعبة هل يصح أو لا يصح لا يظهر وجه للمنع إذ ليس المقصود الامتهان بل المقصود التعظيم والتذكير وإن كانت الصورة شاغلة للمصلي عن الخشوع فبابها مختلف هنا في هذه الحالة لأن مرد ذلك إلى خشوع المصلي نفسه بأن يجمع همته أن يستحضر قلبه أن يتدبر فيما يأتيه من أقوال الصلاة وأفعالها أما أن يكون هناك ما يمكن أن يكون مانعا شرعيا لأداء الصلاة على سجادة فيها صورة الكعبة أو مسجد يعني ذلك بعيد جدا والله تعالى حسنًا حسنًا حسنًا